إن من أحبكم إلي يقول نبينا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وكم يحسن الله من أخلاق قوم في رمضان يكونون في العشر الأواسط أحسن خلقا منهم في العشر الأوائل ومن كان في العشر الأواسط أحسن خلقا من العشر الأوائل فهو في العشر الأواخر أحسن خلقا منه في العشر الأواسط فارتقي مع من يرتقي ولا تمر عليك الأيام ولا تستفيد من كنوزها ولا تفوز بما خبأ الله فيها أنت تدري ما خبأ لك في هذه الأيام وليالي لا تمر على الكنوز من دون أن تفوز ولها تحوز بحسن وجهتك إليه حسن خلقك ولو خلق واحد من الأخلاق الكريمة حلاك بها وكواك فيه لكان شرفا لك وعزا تفخر به في القيام وتقرب به من المبلل بالغمامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنفا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم من مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المفرقون بين الأحبة اللهم خلقنا بأخلاق هذا النبي وأدبنا بأدابه وما تهب من الخير في رمضان في تقويم الأخلاق فخصنا منه بنصيب وافن يا أخلاق نرقى به مع كل راك إلى مراتب القرب منك والدنوي إليك مع خيار الرفاق نحن عن قلوبنا الظلمات الكائنات والأوهام والخيالات أزغنا شهود عظمتك ومن عظمته في الخلق وأن أعظم خلقك وأحبهم إليك وأرفعهم من جيتك محمدا حتى أن تكون أنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما وحتى لا تتسلل إلى قلوبنا تعظيم حقير عندك وتعظيم ما ليس بعظيم عندك فنخسر ونخزى يوم القيامة اللهم نقي قلوبنا عن الشوايب ارفعنا علي المراتب رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين شر الفاتح إلى حضرة النبي محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى الله واصحاب الفاجحة